يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الرابعة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك تقدم الحديث في العنوان الأول من عناوين موضوعات هذا البرنامج إنها مرحلة الإرهاصات وانتقل الكلام بعد ذلك إلى المرحلة الثانية إنها مرحلة العلامات الحتمية الكلام كان إجماليا بخصوص هاتين المرحلتين في الحلقة الماضية حدثتكم عن أهمية معرفة العلامات الحتمية ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية لكنني أشير إلى ملاحظتين قبل أن أتناول العنوان الجديد في هذه الحلقة الملاحظة الأولى أردت أن أذكركم بالتوقيع الأخير الذي وصل إلى السفير الرابع آخر توقيع في زمان الغيبة الأولى وصل التوقيع إلى علي بن محمد السمري من الناحية المقدسة وأنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعم للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في صفحة الحادية والخمسين بعد المئتين إنه الحديث الرابع والأربعون نص التوقيع الأخير بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ابن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام توفي السمري رضوان الله تعالى عليه بحسب ما هو معروف في النصف من شهر شعبان سنة 329 للهجرة فهذا الكتاب وصل إليه قبل ستة أيام من وفاته يا علي ابن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة هي هذه الغيبة الثانية الغيبة الطويلة والتي تعرفها الشيعة بالغيبة الكبرى فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقد طال الأمد يا بقية الله وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة طال الأمد يا بقية الله وقست القلوب قست قلوبنا وامتلأت الأرض جورة وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة المشاهدة التواصل المستمر مع إمام زماننا وليس الحديث عن اللقاءات العابرة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التركيز واضح في التوقيع الشريف على هاتين العلامتين على علامة السفياني وعلى علامة الصيحة ومر الكلام بهذا الخصوص الملاحظة الثانية والتي تتعلق بأمر حاضر في أيامنا هذه كلام يدور في الأجواء من أن خسوفاً للقمر وكسوفاً للشمس سيتحققان في شهر رمضان الذي نحن فيه وهناك من يقول من أن الخسوفاً والكسوفاً الذين سيقعان في هذا الشهر علامة من علامات الظهور هذا الكلام ليس دقيقاً وحدثتكم في الحلقة الماضية من أن معرفة علامات الظهور أمر ضروري مهم ولكن يجب علينا أن نضع هذه المعرفة في موقعها في موضعها في سلسلة الأولويات مر الكلام في هذا الموضوع ولا أريد الإعادة لكنني سأحدثكم عن الخسوف والكسوف فيما يرتبط بعلامات الظهور بالنسبة للخسوف الذي سيقع في هذا الشهر سيكون في منتصف شهر رمضان وهكذا هو الخسوف تحديداً سيكون خسوف القمر في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان والذي سيكون موافقاً لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار وهذا الخسوف سيكون نهارياً ولذا فإنه لن يراه أحد تشخصه أجهزة الرصد المتخصصون في علم النجوم في علم الفلك في هندسة الفضاء هم الذين سيراقبونه عبر الأجهزة لا يراه أحد أما كسوف الشمس فإن الكسوفة سيكون في آخر شهر رمضان تحديداً في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان والذي سيكون موافقاً لليوم الثامن من شهر إبريل من شهر نيسان من الشهر الرابع هذا الخسوف جاء في موعده الاعتيادي لأن الخسوف يقع عادة في منتصف الشهر القمري أما الكسوف فإنه يقع عادة في آخر الشهر القمري آلاف من السنين والحالة هي هذه الخسوف يقع في منتصف الشهر القمري والكسوف يقع في آخر الشهر القمري الخسوف للقمر والكسوف للشمس وإنني أتذكر فيما مر من عمري مر علينا أكثر من مرة أن شهر رمضان يقع فيه خسوف في وسطه وكسوف في آخره وهذا وهذا ما هو بشيء غريب ولا بشيء جديد يمر على الناس في حياتهم بشكل اعتيادي وبنحو متكرر وبكثرة إذا أردنا أن ننظر إلى القرون الماضية فهذا الخسوف والكسوف في الشهر الذي نحن فيه ما هو بعلامة من علامات الظهور الخسوف الخسوف والكسوف اللذان هما من علامات الظهور لا بد أن يقع في سنة هجرية قمرية زوجية والسنة الهجرية القمرية التي نحن فيها سنة فردية نحن في سنة الف واربعمية وخمس واربعين للهجرة الخسوف والكسوف اللذان هما علامة من علامات الظهور المهدوي يقعان في سنة العلامات وسنة العلامات سنة هجرية قمرية زوجية ما هي بفردية بحسب الحساب الذي عليه الناس هذا أولا وثانيا وهو الأهم فإن الخسوف لا يأتي في موعده وكذلك الكسوف وهذا هو معنى كونهما علامة واضحة مهمة فإن الخسوف سيأتي في آخر شهر رمضان وإن الكسوف أعني كسوف الشمس سيكون في وسط شهر رمضان وهذا أمر غريب ولذا فإن الأحاديث تقول وعندها يسقط حساب المنجمين إن أمرا يحدث بهذه الطريقة لا بد أن يحدث ضجة في العالم لا بد أن يحدث ضجة في المؤسسات العلمية ومراكز الرصد والمؤسسات الفلكية والفضائية من هنا فإن الأمر يكون علامة واضحة بينة فإن الخسوف لن يكون في وسط الشهر سيكون في آخر الشهر وإن الكسوف لن يكون في آخر الشهر سيكون في وسط الشهر وهذا ما لم يحدث طيلة القرون الماضية لا تعرف البشرية شيئا كهذا إنه أمر غريب ويضاف إلى ذلك شيء آخر الخسوف الذي سوف لا يكون في موعده وكذلك الكسوف وهما علامة واضحة من علامات الظهور المهدوي لا بد أن يكون ذلك مرئيا ومشهودا في جميع العالم أو على الأقل في كل منطقة الظهور والمراد من منطقة الظهور الدول التي تظهر فيها العلامات وتنشأ فيها نواة الدولة المهدوية الأولى وتكون الحركة الشيعية المهدوية واضحة فيها منطقة الظهور هي إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا ومصر والسعودية واليمن بشماله وجنوبه إضافة إلى دول الخليج العربي هذه هي منطقة الظهور بالنسبة للخسوف والكسوف الذين سيحدثان في هذا الشهر لن يكون مرئيين في منطقة الظهور مطلقا وهذا بحسب المراصد الفلكية والمتخصصين في هذا المجال فما يقال من كلام بهذا الخصوص ما هو إلا هراء وما هو إلا جهل وما هو إلا عدم معرفة وعدم فقه بأحاديث الغيبة والظهور وبشؤون علامات الظهور المهدوي هذا مصداق لما كنت أحدثكم عنه في الحلقة الماضية نذهب إلى فاصل بهذا تم الكلام في ما يرتبط بمرحلة الإرهاصات وما يرتبط كذلك بمرحلة العلائم الحتمية قطعاً مثل ما قلت لكم بنحو إجمالي وموجز وبتركيز على المطالب والمعطيات الأهم فيما يرتبط بهذين الموضوعين أنتقل الآن إلى الموضوع الثالث إلى العنوان الثالث من عنوين موضوعات هذا البرنامج مرحلة مقدمات الظهور إذن الإرهاصات تقدم الكلام فيها العلائم الحتمية والتي تأتي بعد مرحلة الإرهاصات تقدم الكلام فيها المرحلة الثالثة مرحلة مقدمات الظهور المعطيات كثيرة جدا والمعلومات وفيرة جدا في ثقافة العترة الطاهرة بخصوص هذه المرحلة وإن كانت الشيعة تجهل أكثر ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص هذه المرحلة المعطيات كثيرة المعلومات وفيرة لكنني سأجمل الكلام فيها لأنني أريد أن أقف طويلا عند مرحلة الظهور وعنوان البرنامج واضح وواضح جدا فإن البرنامج يدور حول موضوع الظهور سأذهب معكم في جولة بين مجموعة من أحاديث العترة الطاهرة ترتبط بعنواننا مرحلة مقدمات الظهور من غيبة النعماني للنعماني الذي توفي سنة 360 للهجرة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السادس والخمسون بسنده بسند النعماني عن يونس ابن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام الصادق يقول إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا مقدمات الظهور والبداية ستكون في الملأ الأعلى الدولة القائمية دولة دولة ليست خاصة بعالمنا الأرض الدولة القائمية دولة تجمع في حكمها وسلطتها وسياستها وإدارتها ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة وهذا ما سيتضح لنا حينما نتوغل في تفاصيل موضوع الظهور وكل ذلك من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم بعيدا عن قذارات السقيفتين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور البيت المعمور في السماء الرابعة هكذا حدثتنا الروايات الشريفة ولكن للبيت المعمور مظاهر مثلما البيت المعمور هو نفسه مظهر للعرش والعرش في السماء السابعة وللبيت المعمور مظهر في السماء الدنيا بل للبيت المعمور مظهر في الأرض إنها الكعبة الكعبة المظهر الترابي لعالم العرش فعالم العرش في كل سماء له ظهور يناسب تلك السماء في السماء الرابعة هناك البيت المعمور وهو الذي قد يسمى أيضا في أحاديثنا بالبيت الضراح وتتكثر المظاهر حتى نصل إلى الكعبة التي هي مظهر للبيت المعمور ومظهر للعرش إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور ونصب لمحمد وعلي والحسني والحسين منابر من نور فيصعدون عليها وتجمع لهم الملائكة والنبيون والمؤمنون في الملأ الأعلى وتفتح أبواب السماء فإذا زالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا رب مِعَادُكَ الَّذِي وَعَدْتَ بِهِ وَابْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَةً ثم يقول الملائكة والنبيون مثل ذلك ثم يخر محمد وعلي والحسن والحسين سجد ثم يقولون يا رب اغضب فإنه قد هتك حريمك هتك حريمه حينما هجموا على دار فاطمة فحريم فاطمة حريم رسول الله وحريم رسول الله هو حريم الله هتك حريمه حينما هجموا على خيام الحسين بعد أن هتكوا حرمة الله في قتلهم لسيد الشهداء يا رب اغضب فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون فيفعل الله ما يشاء وذلك يوم معلوم يوم معلوم في الملأ الأعلى قطعا هذه الرواية لا تنقل لنا الصورة الحقيقية الكاملة إنما هي ومضة ومضة خاطفة مما سيجري في الملأ الأعلى سيأتينا الحديث عن الزمان سيأتينا الحديث عن الزمان وستتضح الحقيقة من أن الزمان فيما بعد الحجب الحسية ليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل إنها نقطة واحدة سأتي الحديث عن هذا حينما نتوغل في تفاصيل مرحلة الظهور المهدوي هذه ومضة خاطفة مما سيجري في الملأ الأعلى في مرحلة مقدمات الظهور المهدوي لقطة خاطفة وهذا المضمون يأتينا في الحديث التاسع والسبعين صفحة ثلاثمية وستة من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الحديث مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الخبر 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 طويل والذي جاء مذكورا في المصدر هنا جانبا من هذا الخبر الطويل فيجلس من الذي يجلس؟ قائم آل محمد الحديث هنا في الأرض الحديث في أرض الحجاز ما قرأته عليكم قبل قليل كان في الملأ الأعلى هذه لقطة ومضة خاطفة أيضا مما يجري على ثرى أرضنا على صعيد الحجاز فيجلس تحت شجرة سمرة شجرة سمرة هي نوع من الأشجار المعروفة في بلاد الحجاز نبات طبيعي صحراوي شجرة ذات أشواك لها رائحة طيبة الإبل النياق الجمال هي التي تأكل هذه الأشجار يقال لها شجرة سمرة ويقال لها شجرة طلحة اسم طلحة هو اسم شجرة هي شجرة السمرة فيقال شجر الطلح ومفرد ذلك طلحة فيجلس تحت شجرة سمرة فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب من كلب من قبيلة كلب ما المراد في صورة رجل من كلب في جهة ملبسه وإلا فإن الناس لا يختلفون في أشكالهم من أبناء هذه القبيلة المراد أنهم يتميزون بملبسهم فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب فيقول يا عبد الله ما يجلسك ها هنا جبرائيل يقول للإمام يا عبد الله ما يجلسك ها هنا فيقول الإمام يقول يخاطب هذا القادم الذي كأنه من بني كلب فيقول يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره فأخرج في دبره يعني في دبر صلاة العشاء فأخرج في دبره إلى مكة وأكره أن أخرج في هذا الحر والأحاديث أخبرتنا من أن سنة الظهور مثل ما هي غيداقة بمطرها فإنها كثيرة المطر في منطقة الظهور هي هي في الوقت نفسه حارة جدا جدا لا تحتمل الحرارة في نهارها يا عبد الله يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره إلى مكة وأكره أن أخرج في هذا الحر قال فيضحك فيضحك هذا القادم فإذا ضحك عرفه أنه جبرئيل قال فيأخذ بيده ويصافحه ويسلم عليه ويقول له قم من الذي يقول قم جبرئيل يقول للإمام قم ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوة فهل المراد من البراق هو براق رسول الله في معراجه أو أن البراق عنوان تقريبي لوسيلة نقلية تكون متطورة جدا ومختلفة عن وسائل النقل في الزمن الذي سيظهر فيه الإمام وهذا واضح سيأتينا من أن التقنيات التي سيستخدمها الإمام ستكون متطورة جدا وتكون سابقة لكل التقنيات التي ستكون متوفرة في عصر ظهوره ويقول له قم ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوة وجبل رضوة جبل في الحجاز يقع في الأرض المستمرة الممتدة ما بين المدينة ومكة وهو أقرب إلى المدينة من مكة لذا قد يعده البعض من أنه من جبال المدينة ثم يأتي إلى جبل رضوة وجبل رضوة وموقع وموقع آخر ذو طوة أيضا من المواقع التي تكون في المنازل ما بين المدينة ومكة هذه المواقع لها خصوصية وارتباط بإمام زماننا ومن هنا فإننا نقرأ في دعاء الندبة الشريف والذي جاء مرويا عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا أيضا صلوات الله عليهم نني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القموي ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ليتشعري نخاطب إمام زماننا ونناجيه ليتشعري أين استقرت بك النوى النوى البعد الفراق ليتشعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى فرضوى وذوطوى من العناوين التي ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وتلاحظون البناء المتماسكة ما بين أدعيتهم ورواياتهم وأحاديثهم هذا هو منهج العترة الطاهرة ألا لعنة على منهج حوزة النجف في منهج حوزة النجف ومنهج المراجع البتريين الطوسيين بحسب ما يسمى بعلم الرجال والذي أصطلح عليه بأنه علم القنادر في علم القنادر الطوسي هذا الدعاء ضعيف السند ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أمذي طوى ثم يأتي إلى جبل رضوى وماذا سيكون هناك فيأتي محمد وعلي هذا في عالم الأرض محمد وعلي ما هما ببعيدان عنا نبينا نبينا الأعظم هو الذي يقول كما حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة إن ميتنا لم يموت إن ميتنا لم يموت فيأتي محمد وعلي فيكتبان له لإمام زماننا عهدا منشورا يقرأه على الناس حين ظهوره هذا البيان الذي سيتلى على الناس بيان كتبه محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما في أدعية الفرج نحن نناجي محمدا وعليا صلى الله عليهما وآلهما يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيا وانصرانا هذا هو نصر محمد وعلي لنا اكفيانا فإنكما كافيا وانصرانا فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان 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 هكذا نقرأ في أدعية الفرج وهذا الدعاء ضعيف أيضا بحسب علم الرجال الطوسي القبر فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها هذه مقدمات الظهور قال فيقوم رجل منه رجل منه إما أن يكون هاشميا من أولاد رسول الله أو أن المراد من الرجل الذي يكون منه من أقرب الناس إليه قال فيقوم رجل منه فينادي أيها الناس أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكم ألا تطلبون الفرج ألا تتحدثون عن إمام مهدي هذا هو الإمام المهدي لأن الشيعة يتحدثون عن هذا والسنة كذلك يتحدثون عن إمام مهدي بحسب ما هم يعتقدون فيقوم رجل منه من أقرب الناس إليه فينادي أيها الناس وكأن هذا الرجل هو الذي ينطق عنه يصرح عنه يبين عنه أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكم يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول الله فيقومون يقومون لا يستمعون إليه يقومون يبينون رفضهم لهذا الخطاب وهذا البيان قال فيقوم هو بنفسه حينئذ الإمام يقوم بنفسه كي يؤكد كلام الذي تحدث به هذا الرجل القريب من الإمام قال فيقومون قال فيقوم هو بنفسه فيقول أيها الناس أنا فلان ابن فلان أنا ابن نبي الله يقول أنا فلان ابن فلان أنا المهدي أنا القائم أنا الحجة ابن الحسن العسكري أيها الناس أنا فلان ابن فلان أنا ابن نبي الله أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي الله فيقومون إليه ليقتلوه الناس الذين هم في المسجد حينما دعاهم جهيمان الاعتب للبيعة ما قاموا وتجرأوا وتحركوا وتحركوا باتجاه أن يقتلوه ولكن القوم هم القوم فيقومون فيقومون إليه ليقتلوه ليقتلوا الإمام فيقوم ثلاثمائة وينيف على الثلاثمائة ثلاثمائة وثلاثة عشر هذا الرقم الذي نعرفه ينيف يعني يزداد يزيد فيقوم ثلاثمائة وينيف على الثلاثمائة فيمنعونه من يمنعونه من القتل فيمنعونه من من هم هؤلاء خمسون من أهل الكوفة هؤلاء هم الذين ذكروا في الروايات بأنهم الأخيار بأنهم عصائب أهل العراق عبر عنهم بالأخيار بأخيار العراق وعصائب أهل العراق خمسون من أهل الكوفة وسائرهم البقية وسائرهم من أفناء الناس من البلدان المختلفة وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا اجتمعوا على غير ميعاد على غير ميعاد فيما بينهم ولكنهم اجتمعوا على ميعاد مع إمام زمانهم اجتمعوا على غير ميعاد فيما بينهم قطعا هذه الروايات لا تنقل لنا كل التفاصيل هناك نقص في التفاصيل بسبب الرواة لأن الأحاديث هذه طويلة وفيها الكثير من الوقاع والأحداث شيء طبيعي ستنسى ستنسى بعض التفاصيل وهناك أمر مهم الأئمة صلوات الله عليهم حدثون بالإجمال لأن الوقاع هذه الأئمة يعلمون لم يكن مقدرا لها أن تقع في أيامهم إنها ستقع في مستقبل بعيد بعد قرون وقرون من الوقت الذي كانوا يتحدثون فيه ستكون الحياة مختلفة وستكون المفردات بكل تفاصيلها لا علاقة لها بمفردات زمان هذا الكلام ولذا يأتي البيان إجماليا ويأتي الكلام تقريبيا ومع ذلك هو أقرب شيء إلى الواقع الذي نعيشه ونحياه نذهب إلى فاصل في الجزء الأول من تفسير العياش رضوان الله تعالى عليه من تفسيرنا التي هي مجامع للأحاديث التفسيرية عن العترة الطاهرة صلوات الله عليها هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنه الجزء الأول في الصفحة الثالثة والثمانين رقم الحديث 117 عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه فيما يرتبط بحديثنا عن مرحلة مقدمات الظهور الإمام الباقر صلوات الله عليه هو الذي يحدثنا فيقول ويجيء والله الإمام لا يحتاج إلى القسم ونحن لا نحتاج أن نصدق إمامنا من خلال قسم يصدر عنه القسم الذي يصدر عن الأئمة لأجل أن يؤكد لنا أهمية الموضوع هذه إشارة من إشارات المعصومين لتأكيد المطلب الذي تتناوله كلماتهم الشريفة الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعات نساء نساء قريبات جداً من إمام زماننا ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعات قزعاً كقزع الخريف ما المراد من قول الإمام صلوات الله عليه قزعاً كقزع الخريف القزع القزع القطع المتناثرة والمراد هنا من قزع الخريف إنها غيوم الخريف حينما يبدأ الخريف نحن نتحدث عن أجواء منطقة الشرق الأوسط لا نتحدث عن الأجواء في البلاد الأوروبية مثلاً في البلاد الإسكندنافية مثلاً نحن نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط حينما تبدأ أيام الخريف في أواصط الخريف في أواصط الخريف تكون الغيوم متناثرة في السماء وتتجمع بسرعة حتى تتلبد السماء بالغيوم الخريفية هذا هو القزع الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من أنهم يأتون فرادا أو ربما يأتي الإثنان والثلاثة معاً ولكن كل واحد كل مجموعة صغيرة يأتون من بلد من البلدان المختلفة من بلدان العالم ويجيء ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعات قزعاً كقزع الخريف كغيوم الخريف المتناثرة والتي سيلتصق بعضها بالبعض الآخر يتبع بعضهم بعضاً لا يأتون في وقت واحد وهي الآية التي قال الله إنها الآية الثامنة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة أينما تكونوا يا أمصار القائم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير هذه الآية في تفسير العترة الطاهرة صلوات الله عليها ترتبط بأنصار القائم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير هذا ما جاء في الجزء الأول من تفسير العياش في الجزء الثامن من الكاف الشريف للكلين والعياش كان معاصراً للكلين في الفترة نفسها الكلين توفي سنة 328 للهجرة العياش والكلين من زمن واحد الرجل كان سنياً كان مخالفاً لأهل البيت ثم تشيع وأنفق أمواله التي ورثها عن أبيه وهي أموال كثيرة جداً أنفقها في جمع حديث العترة ونشر حديث العترة الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان إنها الصفحة السادسة والأربعون بعد المائتين رقم الحديث 487 بسنده بسند الكليني عن أبي خالد عن أبي جعفر إنه أبو خالد الكابلي يروي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه في قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات إنها الآية نفسها الثامنة والأربعون بعد المائة بعد البسملة من سورة البقرة فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا الإمام الباقر يقول الخيرات الولاية إنها ولاية محمد وآل محمد وهي ولاية إمام زماننا في الزمن الذي نعيشه ولاية الحجة بن الحسن فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا قال الخيرات الولاية المنافسة والسباق هنا والمسابقة هنا في ولاية الحجة بن الحسن فاستبقوا الخيرات 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 هي الهدف الذي نتحرك باتجاهه في هذا السباق وفي هذه المسابقة مضمار هذا السباق حياتنا أعمارنا ونهاية هذا المضمار أن نتمسك بولاية إمام زماننا وأن نموت عليها أن نموت عليها مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية هنا في غيبة النعماني لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذا هو مضمار السبق حياتنا كلها أعمارنا كلها إذا كنا عارفين لإمام زماننا من هنا فإنني أبدأ حديثي بالبرنامج الذهبي الزبدة الذهبية في البرنامج الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك هذه هي الخيرات فاستبقوا الخيرات هذا السباق باتجاه الخيرات هو الذي سيقودنا إلى مكة لنصرة قائم آل محمد إن كنا ندرك ذلك الزمان فاستبقوا الخيرات أينما تكون لا تحولوا التضاريس الجغرافية فيما بينكم وبين أئمتكم من هنا نخاطبهم نخاطبهم جميعا نخاطب رسول الله نخاطب أمير المؤمنين نخاطب الصديقة الكبرى التي لا نعرف مكان قبرها نخاطبهم جميعا نخاطب إمام زماننا ونحن في أخص الأرض في شرق الأرض أو في غربها حينما نزورهم أشهد أنك أشهد أنك تسمع كلامي يا بقية الله يا سيد الشهداء يا باب الحوائج يا أنيس النفوس أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي التضاريس الأرضية والجغرافيا البعيدة لا تحول فيما بيننا وبينهم وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ومن ورسوله والمؤمنون هم هم وهل هناك من أحد يكون غيرهم فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا الباقر يقول الخيرات الولاية وقوله تبارك وتعالى أينما تكون يأتي بكم الله جميعا يعني أصحاب القائم الثلاثة مئة والبضعة عشر رجل قال وهم والله الأمة المعدود الأمة المعدودة عند أهل البيت الأمة المشخصة عند إمام زماننا وهم والله الأمة المعدودة قال إمامنا الباقر يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف صور بلاغية رائعة جدا تعابير أدبية رائقة جدا نحن نقرأ كلامهم وأحاديثهم التي يضعفها هؤلاء الخائبون الفاشلون الذين تقولون عنهم من أنهم نواب صحب الزمان إنهم نواب الشيطان نواب الشيطان دمروا ديننا ودمروا ثقافتنا وما أبقوا لثقافة العترة الطاهرة من باقية إنها الحوزة الطوسية البترية اللعين نذهب إلى فاصل الحديث عن عبد العظيم الحسني السيد الجليل العظيم القدر إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة المصدر الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل في صفحة الخامسة والستين إنه الحديث الثاني بسند الصدوق صاحب الكتاب عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى صلوات الله عليهم إنه إمامنا الجواد الطاهر المطهر عبد العظيم الحسني يقول لإمامنا الجواد إني لأرجو أن تكون القائمة من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما فقال إمامنا الجواد يا أبا القاسم إنها كنية عبد العظيم الحسني يا أبا القاسم ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل يتحدث عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم يا أبا القاسم ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دين الله ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقصطا هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه وتحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه فاسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب الحديث هنا عن أن الإمامة المهدية هو الذي سيفعل ولايته التكوينية لا كما عاش الأئمة من آبائه الأطهرين ولم يفعل ولايتهم التكوينية وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب وإنما يكون هذا بسبب تفعيله لولايته التكوينية ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاص الأرض ليسوا من أهل الحجاز لأن الحدث سيقع في أرض الحجاز وذلك قول الله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمرا فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل ذلك يوم الخروج فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة الرواية في جانب منها تتحدث عن مقدمات الظهور فلابد من وجود العدة ولا بد من وجود العقد العدة هم الأمة المعدودة ثلاثمائة وثلاثة عشر أما العقد والذي يطلق عليه أيضا في بعض الروايات الحلقة لماذا أطلق هذا العنوان على هؤلاء العشرة آلاف لماذا لأنهم يدورون حوله كالحلقة يشكلون حلقة حول الإمام فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل وهؤلاء هم الحلق الذين يشكلون سورا حصينا حول إمامهم صلوات الله وسلامه عليه وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه لازلت أقرأ من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدق من الطبعة نفسها في الصفحة السبعين بعد الأربع مئة إنه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند الصدوق عن المفضل بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لقد نزلت هذه الآية إنها الآية نفسها الثامنة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة لكن كل إمام يتحدث عن جهة من جهاتها لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام ما المراد من المفتقدين أهلهم يفتقدونهم كان الرجل في البيت ليلة البارحة استيقظ أهله فما وجدوه ولا يعرفون له خبرا ولم يخبرهم بشيء هؤلاء هم المفتقدون إنهم أصحاب القائم صلوات الله عليه لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام قوله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا قرأت عليكم من كتابي العهد الجديد في الحلقة الماضية كيف أن رجلين في الحقل في مكان واحد يقبض أحدهما ويبقى الآخر وكيف أن امرأتين تطحنان بالرحة في مكان واحد تقبض إحداهما وتبقى الأخرى في مكانها تفتقد المرأة ويفتقد الرجل هؤلاء هم المفتقدون لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام قوله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا هل المراد من السحاب هذا السحاب هذا الكلام مستبعد جدا إنها الوسائل النقلية في الجو وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه قطعا إنه يحمل جواز سفره الذي يشتمل على صورته وعلى سائر المعلومات المتعلقة به يعرف باسمه في وسائل النقل هذه وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه وحليته مظهره لباسه قال فقلت المفضل يقول للإمام الصادق قال فقلت جعلت في داك أيهم أعظم إيمانا قال الذين يسيرون في السحاب نهارا قد يراد من السحاب وسيلة نقلية خاصة بهم لكنني أتحدث هنا في مرحلة مقدمات الظهور لا زال الأمر خفيا ليس واضحا لو كان الحديث في مرحلة الظهور نعم فهناك الوسائل الغريبة والعجيبة والتقنيات والتقنيات المتطورة جدا التي سيستعملونها لكننا نتحدث هنا في مرحلة مقدمات الظهور إلى الآن إلى الآن لم يكن قد بدأ الظهور هذه مقدمات وفي مرحلة مقدمات الظهور فإن الأمور ستجري بالأسباب العادية بالأسباب الطبيعية وماذا نقرأ أيضا في كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثامنة بعد المائتين عن طارق ابن شهاب مع سند ذكره المفيد وهو من أسانيدي المخالفين عن طارق ابن شهاب قال سمعت حذيفة إنه حذيفة ابن اليمان من خواص رسول الله ومن خواص أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما عن طارق ابن شهاب قال سمعت حذيفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء أيها أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق العصائب جمع لعصابة والعصابة مجموعة رجال قد تبدأ من العشرة وتنتهي بالأربعين ولذا فإن عصائب العراقيين ما هم بمجموعة واحدة مجموعات مختلفة قد لا يعرف بعضهم بعضا يصل مجموعهم إلى خمسين هم الخمسون من أهل الكوفة الذين مر ذكرهم قبل قليل في الأمة المعدودة فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق هؤلاء كلهم نجباء مصر أبدال الشام عصائب العراق هكذا يأتي وصفهم رهبان بالليل ليوث بالنهار كأن قلوبهم زبر الحديد إنها قطع الحديد التي تكون متينة وتكون صلدة وقوية كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه يبايعون القائم بين الركن والمقام إلى آخر ما جاء مذكورا في كتاب الاختصاص للمفيد ومن كتاب الاختصاص أذهب إلى الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة إنه الحديث الحادي والثمانون عن أبي بصير عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل وقد جاء منقولا من الحديث ما سأقرأه عليكم يقول القائم لأصحابه بعد أن يجتمعوا معه في الحجاز يتداول الأمر معهم يقول القائم لأصحابه يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني أهل مكة يعادون العترة الطاهرة منذ زمان البعثة المحمدية وإلى يومنا هذا إنني أتحدث عن المؤسسة الدينية في مكة إنني أتحدث عن الحكومة القائمة في مكة إنني أتحدث عن رجال الحكومة وأتباعها وعن رجال المؤسسة الدينية وأتباعها وعن كثير من الناس يقول القائم لأصحابه يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني ولكني مرسل إليهم هذه أحد العلامات الحتمية التي نعرفها بمقتل النفس الزكية وقد حدثتكم عن هذا في حلقة يوم أمس بأنها من العلامات الحتمية لكنها في الحقيقة جزء من مقدمات الظهور يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني لأن الإمام يتداول أمر ظهوره مع خواص أصحابه الذين جاءوه إلى الحجاز يقول القائم لأصحابه يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني ولكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم لابد من إقامة الحجة عليهم فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له أنضي إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم أنا رسول قائم آل محمد إليكم أنا رسول الحجة بن الحسن إليكم فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم وهو يقول لكم إن أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا إنه نداء الحسين هل من ناصر ينصرني نداء الحسين هو هو يا أهل مكة وهذا الخطاب لأهل مكة ولي وإليكم أيضا هذا خطاب إمام زماننا في الغيبة وفي الظهور على حد سوا لأن الإمام هنا يتحدث وهو في زمان الغيبة لم يكن قد بدأ الظهور هذه مقدمات الظهور فهذا الخطاب موجه لي وإليكم الآن وفي كل ثانية من ثواني حياتنا لو أدركت القائمة لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي إنها استجابة لهذا النداء يا أهل مكة أنا رسول قائم آل محمد إليكم وهو يقول لكم إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا فإذا تكلم هذا الفتى رسول الإمام إلى أهل مكة فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام ذبحوه الإمام ما قال قتلوه ذبحوه ذبحا فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام وهي النفس الزكية فإذا بلغ ذلك الإمام ما فعلوا برسوله قال لأصحابه ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدوننا فلا يدعونه أصحاب الإمام الإمام يفعل هذا مع أصحابه كي يبصر أصحابه بكل الذي سيأتي فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط من عقبة طوى طوى ذو طوى موضع ما بين مكة والمدينة من المواضع التي لها صلة بإمام زماننا أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من دعاء الندبة الشريف فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط من عقبة طوى في ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام فيصلي فيه عند مقام إبراهيم أربع ركعات ويسند ظهره إلى الحجر الأسود ثم يحمد الله ويثني عليه ويذكر النبي صلى الله عليه وآله ويصلي عليه ويتكلم بكلام لم يتكلم به أحد من الناس ويصلي فيكون أول من يضرب على يده ويبايعه جبرئيل وميكائيل ويقوم معهما رسول الله وأمير المؤمنين فيدفعان إليه كتابا جديدا هذا هو الكتاب الجديد الذي يأتي به إمام زماننا من محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما من محمد ويقوم ويقوم من يضرب على يده ويبايعه جبرئيل وميكائيل ويقوم معهما رسول الله وأمير المؤمنين فيدفعان إليه إلى إمام زماننا كتابا جديدا هو على العرب شديد بخاتم رطب هذه كنايهت عن أن الكتاب جديد في كل شؤونه في كل تفاصيله وفي كل ما سيبينه إمام زماننا بخاتم رطب يعني أن الكتاب كتب في هذه الساعة لا زال الختم على الكتاب رطبا فيقولون له اعمل بما فيه ويبايعه الثلاثمئة وقليل من أهل مك قليل من أهل مك كما بينت لكم قبل قليل من أن أهل مك إن كانوا في مؤسسة الحكم أو كانوا في المؤسسة الدينية أو كانوا في الأسواق ورجال التجارة والأموال إنهم لا يريدون العترة الطاهرة ويبايعه الثلاثمئة وقليل من أهل مك ثم يخرج من مكة حتى يكون في مثل الحلقة قلت وما الحلقة قال عشرة آلاف رجل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله ثم يهز الراية الجلية جاء هنا هذا التعبير هل هو اسم آخر لهذه الراية أم أن تصحيفاً حدث في الرواية لأن راية الإمام هي راية أمير المؤمنين وراية أمير المؤمنين هي راية رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الراية المغلبة فإما أن الرواية حدث فيها تصحيف فصحفت المغلبة بالجلية وإما أن الجلية عنوان آخر صفة أخرى من صفات هذه الراية ثم يهز الراية الجلية وهي الراية المغلبة وينشرها وهي راية رسول الله ثم جاءت كلمة السحابة الرواية تعرضت إلى تصحيف فالراية لا تسمى بهذا الاسم وإنما سيكون إمامنا مرتدياً عمامة رسول الله التي تسمى بالسحاب وهذا المعنى والمضمون ورد في روايات أخرى وهذا يشعرنا ويدل أيضاً على أن الرواية في آخرها تعرضت إلى تصحيف ثم يهز الراية المغلبة وينشرها وهي راية رسول الله وسقط من الرواية من أنه سيأتي معتماً بعمامة رسول الله السحاب لأن الرواية لأن الرواية هكذا جاءت وينشرها وهي راية رسول الله السحابة الإمام سيأتي معتماً بعمامة رسول الله السحاب ويأتي مرتدياً كذلك درع رسول الله السابغة ويتقلد بسيف رسول الله ذي الفقار وبهذا ينتهي الحديث الجزء الأهم والأكبر والأكثر في الرواية يرتبط بمقدمات الظهور المهدوي ومن بحار الأنوار أذهب إلى غيبة النعماني إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 319 إنه الباب التاسع عشر الحديث الأول بسند نعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق يقول لما التقى أمير المؤمن صلوات وتحيات تترى على تراب يدوسه أمير المؤمنين بأقدامه الشريفة لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة إنها واقعة الجمل واقعة عائشة وطلحة والزبير الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق أمير المؤمنين لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة نشر الراية راية رسول الله هذه الراية المغلبة نشر الراية راية رسول الله فزلزلت أقدامهم لقد أحسوا بالأرض ترتج تحت أقدامهم فزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس عند العصر بعد الزوال اصفرار الشمس إنه وقت العصر ما بعد الزوال فما اصفرت الشمس حتى قالوا أمنا 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 يبنى أبي طالب وفي بعض النسخ آمنا يبنى أبي طالب لأنهم كانوا كافرين يحرفون أنفسهم بحسب ما هو محرك ومشكل في النسخة التي بين يدي في نسخة أخرى حتى قالوا أمتنا يبنى أبي طالب لكن النسخة الدقيقة آمنا يبنى أبي طالب ولذا رفع السيف عنهم أظهروا الإيمان كذبا ولكن رحمة الإمام واسعة وواسعة وواسعة لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة نشر راية راية رسول الله فزلزلت أقدامهم فمصفرت الشمس حتى قالوا أمنا 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 حتى قالوا أمنا يبنى أبي طالب فعند ذلك قال لا تقتلوا الأسرة ليس لأنهم قالوا أمنا لأنهم قالوا آمنا ولو كانوا يكذبون آمنا يبنى أبي طالب فعند ذلك قال لا تقتلوا الأسرة ولا تجهز على الجرحة ولا تتبع موليا فارا ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه من أهل البصرة فهو آمن ولما كان يوم صفين سألوه أصحاب الإمام سألوه سألوه نشر الراية فأبى عليهم فتحملوا عليه تحملوا عليه وسط الحسن والحسين وعمار بن ياسر فتحملوا عليه بالحسن والحسين وعمار بن ياسر فقال أمير المؤمنين للحسن صلوات الله عليه يا بني إن للقوم مدة يبلغونها وإن هذه راية لا ينشرها بعد إلا القائم صلوات الله عليه هذه هي الراية المغلبة أمير المؤمنين ما رفع الراية في صفين لأن الإمام كان يعلم من أن صفين لا بد أن تنتهي بهذه الصورة بهذه الصورة التي آلت إليها الأمور ولذا فإنه ما رفع الراية المغلبة لو رفعها لن تصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك المعركة لكن الأمور تجري بتقدير وتخطيط نحن نجهل الحكمة فيها الأحاديث والروايات أخبرتنا بأن أمير المؤمنين في الطريق إلى صفين أخبر أصحابه بأنهم لن ينتصروا في المعركة سيبقى معاوية في الشام الأحاديث كما بيّنت لكم قبل قليل كثيرة جدا فيما يرتبط بمرحلة مقدمات الظهور لكنني عردت بين أيديكم نماذج مختلفة من كتبنا القديمة الأصلية تخبرنا عن ومضات خاطفة مما يجري في الملأ الأعلى وعن ومضات خاطفة مما يجري على أرضنا ولكن في الكواليس بعيدا عن أعين الناس وبعيدا عن أعيننا وحدثتنا الروايات عن جانب من المجريات والوقائع التي ستتحقق في الأيام القريبة من يوم الظهور الشريف الأمور متداخلة حينما قسمت المراحل هذا التقسيم إنني لا أقصد أن المراحل تنفصل انفصالا كاملا فمرحلة الإرهاصات هي دخيلة في مرحلة العلائم الحتمية ولذا فإن الأحاديث الشريفة تحدثنا في الوقت نفسه عن الإرهاصات وتحدثنا كذلك عن العلائم الحتمية في السياق نفسه والأمر هو هو فإن مرحلة العلائم الحتمية دخيلة في مرحلة مقدمات الظهور من أهم مقدمات الظهور ما يقوم به الإمام من إرسال رسول إلى أهل مكة هذه علامة حتمية واضحة في الروايات والأحاديث أتحدث عن مقتل النفس الزكية والذي سيقتل في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحج من سنة العلامات أيام قلائل وسيكون الظهور الشريف في العاشر من المحرم في السنة الهجرية القمرية الفردية التي تأتي مباشرة بعد السنة الهجرية القمرية الزوجية التي هي سنة العلامات هناك تداخل فيما بين هذه المراحل ولكننا نستطيع أن نفكك فيما بين أجزائها إذن هناك هناك مرحلة الإرهاصات وتم الكلام فيها وهناك مرحلة العلائم الحتمية وتم الكلام فيها وكان الحديث في هذه الحلقة عن مرحلة مقدمات الظهور بقي شيء من الكلام يرتبط بمرحلة مقدمات الظهور أتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله وقت الحلقة انقضى نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله